فيه امنية انت حاليا ما خد طريق وعم تسعى الى تحقيقها للبعض منكم رح يكون بالمجال العملي ولبعض منكم رح يكون بالمجال العاطفي ولكن بما انه القراءة عاطفية فيه شخص انت عم شوفك فيه طريقك الى انك بدك توصل لهالشخص بدك تقابل هالشخص بدك تحكي مع هالشخص او حتى ممكن عم تستنى مبادرة او رسالة من الشخص اللي عم تتعامل معه بالنسبة لطاقة حبيبك او طاقة شريكك عم شوفوا ممكن الابراج اللي عم تتعامل معها ممكن تكون ابراج نارية ممكن يكون برج الحمل برج الاسد الغالبية لابراج نارية او ترابية بس ممكن يكون اي برج اخر لكن طاقة الحبيب اللي عم تتعامل معه عم شوفوا عم يتطلع عليك من بعيد او عم يراقب الوضع والعلاقة بينكم من بعيد ما عم شوفوا عم ياخد اي خطوة حاليا بانه يتقدم نحوك او جهتك لانه العامل المشترك اللي بينكم انه في طرف منكم رافض عرض حب او رافض التواصل اللي عم يصير بينكم فيه resistance او فيه طاقة صد او طاقة رد بينكم الاثنين فعم شوف انت الاشي اللي عم تحس فيها مش عم تحكي فيها ايضا الشخص اللي عم تتعامل معه ايضا مش عم يحكي بحقيقة مشاعره وعم يراقبك من بعيد نظرته الى العلاقة ممكن تكون نظرة او كتير مثل نظرة عمل او بيزنس او نظرة كتير حادة نظرة كتير قاسية يعني الشخص عم يركز كتير على التفاصيل الصغيرة بالعلاقة وعلى التفاصيل الصغيرة بشخصيتك ايضا يعني ممكن يكون ممكن يكون فيه ايضا مش فقط ناري برجه ممكن يكون ناري وترابي يعني بالخارطة الفلكية عنده فيش اشي ترابي لانه الابراجة الترابية بتتركز على التفاصيل الصغيرة كتير ايضا عم يشوف الشخص انه افضل طريقة لحل الامور بينكم حاليا او افضل خطوة لاتخاذ القرار بينكم حاليا انه هو يمشي او ما يتخذ قرار او فقط او يراقبك انت يراقب تصرفاتك انت افعالك انت لحتى يعرف ياخد قرار ايضا اذا كنت انت من النوع عصبي او متقلب معه هالشخص عم يحاول انه يحتويك او يحتوي العلاقة ممكن ايضا عم يحاول يسيطر على غضبه على تهوره او الطاقة النارية اللي فيه عم شوفه كتير عم يحاول انه يكتم هالطاقة او يتحكم فيه غضبه بالنسبة لخطواتك فيه المستقبل يا برج الميزان عم شوفك كتير مصمم بشأن شخص ما او بشأن العلاقة اللي بينكم فيه عندك نية بالمستقبل تحط مجهود بالشغل ولكن بطريقك بالمستقبل رح يكون فيه فيه نزاع ومشاحنات سواء كان معها الشخص او سواء كان بالدائرة المحيطة فيكم لانه فيه منافسة هون يعني ممكن يكون فيه بينك وبين الشخص ايضا منافسة ممكن انتو الاثنين لانه عندك كينغ هون وعندك ملك ايضا هون فالشخصيتين هدول شخصية قوية شخصية متحكمة شخصية متسلطة فعم شوف ممكن بينكم يكون فيه الصراع على السلطة انت بدك اثبت لهالشخص انه انت قادر على اتخاذ قرارات حاسمة صارمة ممكن ايضا انت اللي لبعض منكم اللي مش عم يتواصل مع هالشخص ممكن انت اللي اتركت العلاقة او انفصلت عن هالشخص لحتى تثبت وجهة نظر معينة مع انك بتعرف انه الوضع او الاختيار اللي اخترته بيتطلب منك مجهود كتير عالي وبيتطلب منك صبر ايضا كتير عالي لانه هالمرة عم تزرع يعني من الصفر فالوضع بيتطلب منك وقت كتير عالي ولكن انت مستعد انك تحط هالوجهود ممكن يكون باتخاذ القرار انك انفصلت عنه فقط لتثبت لهالشخص انه انت قادر على مواجهة المنافسة او قادر على انك تتحدى هالشخص وجها لوجهه بالنسبة لطاقة حبيبك في المستقبل حبيبك عم يستنى خبر منك عم يستنى التواصل معك او connection معك لانه three of ones بتحكي على عم يستنى خبر منك او عم يستنى هالشخص رسالة منك ايضا هالشخص بده تكمله بالعلاقة او بده يوصل الى نهاية او حل بالعلاقة او بده يختار قرار او اختيار بالعلاقة اذا في بينكم بعد بالمسافات انت في بلد هو في بلد اخر لانه هالكرتين بيوضحوا نفس المعلومة هالشخص بده و هاد سايكل او هاد دورة توصل الى اكتمال يعني بده امشوف ايضا ثاقة المشتركة اللي بينكم ايس اوف واند يعني هالشخص بيطمح الى بداية جديدة او بعلاقتكم وراح ياخد قرار ولكن عم شوفه عم يستنى خبر منك ممكن ايضا هالشخص يكون هو الشخص اللي انت مخطط او ناوي تروح لعنده او تروح في طريقه لانه انت في طريقك بدك تروح الى حلم او الى امنية انت بدك تحقيقها شخص انت بتعتبره وش بتعتبره امنية فبنا نشوف هالشخص الجوجمنت هون القرار هو رح يوصل الى اتخاذ قرار بس انا بدي اوضح شو هو القرار اللي رح يتخذه هالشخص عم شوف لسه بقراره حتى ايضا بكروت التوضيح انه هو عم ياخد قرار بالصمت او عم ياخد قرار بانه يتمسك بموقف معين هالشخص ممكن ايضا عم تتعامل مع برج العذراء انه هالكرت يتبع برج العذراء او برج ناري والبرج الناري الشخص اللي عم تتعامل معهم بينه هو شخص عنيد لانه في نقطه هو متمسك فيها ومش مستعد بالمرة يعني يغير قراره او يتنازل يتنازل عن كرامته او يتنازل عن اختياره الى انه هالكرت نفس هالكرت الى انه مستني خبر منك مستني اشي منك مستني ردة فعل منك رسالة خبر ولكن هو مش مستعد انه هو اللي يقوم بالمبادرة الاولى او بالخطوة الاولى ولكن في عقله الباطني هالشخص بيتمنى الى بداية جديدة معك ممكن ايضا لانه مبين اوك بتوقع الطاقة الريزستنس عم تيجي اكتر منك انت من برج الميزان عم تيجي اكتر منك لانه ذكرت النصيحة وايضا الطاقة اللي محيطة فيك انت اللي اكتر عم حسك عم تفل او عم تبعد او او مستعد انه تعمل المستحيل لشان تثبت وجهة نظر معينة ايضا ممكن تكون انت متناقض بشأن شخصين او بشأن شيئين ولسا ما خطرت او ما وصلت الى قرار نهائي او عم تشوف انه انت ممكن تكون محتار ايضا بين نقطتين نقطة انك تخلي العلاقة مع هالشخص عفوية او انه بدك العلاقة تكون جدية لانه مش واضح عندي انت هون شو بدك يعني فيه فقط disappointment او فيه خيبة امل انه الوضع العاطب فيه بينك وبين هالشخص ولكن ممكن تكون انت متناقض بين هالفكرتين ممكن يكون فيه جانب منك بده العلاقة تكون smooth و easy going وبسيطة وفيه جانب اخر منك بده العلاقة تكون جدية اكثر فممكن او انتو الاثنين لانه طاقة مشتركة فممكن انتو فيه حيرة وتناقض من امركم انه او فيه حتى خوف ممكن او توتر او قلق من انه اذا ممكن تكونوا انتو اصدقاء ففيه خوف من انه اذا تطورت العلاقة بينكم او اذا عطيت مجال للعلاقة انه تكون جدية انه ممكن تخرب الاشيه الاخرى اللي بينكم ممكن تخرب الصداقة اللي بينكم او ممكن او ممكن اذا اذا فشلت العلاقة الجدية ممكن انه يعني تخسرها الشخص او هو يخسرك الى الابد ففيه خوف من هالناحية فيه تشوش من هالناحية فيه عدم القدرة على الاختيار بين انه العلاقة تكون عفوية او تكون جدية مش مبين انه فيه تواصل بالفترة القريبة هاي يعني بها الشهر ولكن الطاقات دائما تتغير يعني على حسب تصرفاتك انت على حسب اختياراتك انت بتغير ولكن بالطاقات الظاهرة عندي مبين انه انتو الاثنين حاليا فيه فترة اختيار لقرار مغين او فيه مفترق طريق انتو هالشخص مفترق طريق انو ممكن هالشهر رح تفضوه في شوية عزلة او انفصال على بعض لانو عم شوف هالشخص ايضا لا تنسى انو كرت ذا هيرمت شخص عم يبحث على تنوير تنوير الذاتي تنوير الروحاني فهالشخص ممكن عم يلجأ حاليا ايضا مثلك ممكن يكون عم يلجأ الى التاروت ممكن يكون عم يلجأ الى الابراج او اي اشي يخص او يخص الروحانيات فهالشخص حاليا عم شوف هذا هو طريقه سواء كنتو مع بعض او مش مع بعض انتو وهو حاليا في فترة اكتشاف الذات اكثر تنوير النفس اكثر في ذات انو انت هم تبحث على امنية معينة اوكي فهالشهر ما عم شوف فيه تواصل سريع رح يصير ولكن انتو حاليا في رح يكون هالشهر فترة يعني او وقت مستقطع لحتى انت تعرف ترتب امورك بخصوص التشويش اللي عم تمروا فيه بخصوص العلاقة لحتى توصلوا الى قرار ايضا هالشخص عم يفكر فالطاقة مبين انو رح تكون لسا سموذ لسا هادية ما رح يصير اي فيه فيه اي تغيرات مفاجئة اوكي حبايبي برج الميزان واتمنى القراءة تكون فادتكم وحبيتوها اذا حبيت القراءة لا تنسى تحطي لايك وكومنت شرف اشتركوا في القناة